انقطاع الكهرباء يهدد بنهيار الخدمات في كافة القطاعات الحيوية في المحافظة ما لم يتم تدارك الموقف تلك هي خلاصة التصريحات الصحفية التي خرج بها مدير مؤسسات الكهرباء المهندس أمجد مانا المعين مؤخرا والذي أكد أن محطة الكهرباء مهددة بالتوقف خلال يومين في حال لم تسارع السلطة لتوفير الوقود مدير مستشفى الجمهورية الدكتور علي عبدالله أوضح في تصريحات لقناة بلقيس أن المستشفى توقف كليا نتيجة انقطاع الكهرباء وانعدام مادة الديزل مضيفا أن جميع أقسام المستشفى توقفت بفعل الانقطاع التهم للكهرباء بما فيها قسم الغسيل الكلوي والعناية المركزة أما الموقف الرسمي فقد اقتصر على سلسلة من التوجيهات على الورق بدءا من رئيس الجمهورية الذي وجه إلى رئيس الوزراء والذي بدوره وجه وزير النقل بتشكيل لجنة لوضع معالجات وحلول سريعة إذن هي حلقة متواصلة من المعاناة تعيشها العاصمة المؤقتة عدن فقم منها الصيف الحار وانقطاع الكهرباء ترجمة نانسي قنقر